موسيقى 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 أهلا أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور اليوم رح نلقي الضوء على موضوع كتير كتير مهم من كلمة الله في الكتاب المقدس أنا أدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة طبعا نحن دائما نركز على شخصية المسيح على هوية يسوع المسيح الذي كان يجول يصنع خيرا في كل مكان والذي كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجمعهم ويكرز ببشارة الملكوت هذا يسوع المسيح فذ فريد لا مثيلة له ولو اتكلمنا عن تعليم يسوع المسيح كان يتكلم بسلطان كان يتكلم بنعمة كلمات النعمة خرجت من شفتيه الجماهير كانت تبهم يعني تعجب من هذا التعليم العجيب لكن واحدة من الأساليب كراباي يهودي في الوقت المعاصر في القرن الأول كان الحديث دائما بشكل توضيحي اللي بيستخدم الأمثلة أو المثال وطبعا استخدم الأمثلة من البيئة المحيطة في تلك الأيام فلما بيتكلم عن أسرار ملكوت الله من خلال الأمثال بيتكلم عن واقع عيشينه مثلا يتكلم عن البحر بيتكلم عن الزراعة بيتكلم عن أمور عديدة حتى يوضح رسالة خاصة ورسالة إلهية بإعلان خاص حتى يوصل الموضوع ببراعة وفن التواصل حتى يصل لأذهان المستمعين واليوم سنتكلم عن مثل ذكر الرب يسوع المسيح من بشارة متة في الإنجيل المقدس اللي هو مثل الحنطة والزوان فحديثنا في هذه الحلقة حنطة أم زوان ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا أعزائي مرة تانية انتو عم بتشاهدوا برنامج ليكن نور وحديثنا في هذه الحلقة عن مثل قالوا الرب يسوع المسيح في بشارة متة في الإنجيل المقدس إصحاح 13 ومعنا أخ مش ضيف خلينا أقول في هذا الستوديو الأخ إليا كورولوس الأخ إليا هو خادم الإنجيل رجل الله خادم متجول والله عم بيستخدمه في مصر في أوروبا في أستراليا في شمال أمريكا في الدول العربية في كل أنحاء العالم أهلا وسهلا أخ إليا أهلا بيك أخ نزار فرحان مرة تانية أكون في برنامجكم الرائع حبيبي ربنا يباركك وانت لسه شباب على الصفر الكتير والمسافات اللي قطعتها بالخدمة اللي الله عم بيستخد مكة فيها شكرا طبعا الاختيار الموضوع بصراحة كنت أنا بتكلم أنا إياك والرب شغلك في هذا الموضوع وفعلا لما أنت تكلمت عن الحنطة والزوان أنا ابتديت أقرأ وأجهز وأحضر لأنه موضوع شيق وبأعتقد كمان مناسب للحالة اللي إحنا موجدين فيها في هذه الأيام رح نقرأ من بشارة متى لكن خليني أسألك السؤال الأول أنت كخادم ليش اخترت هذا الموضوع حقيقي من نتيجة الإشكال والأسئلة والحالة من الفوضى الموجودة الأيام ديت أخ نزار كتير قوي من الصور المزيفة اللي موجودة جوه الخدمة وجوه المسيحية وده بيسبب ألأ وبسبب عثرة للكسرين والبعض بيسأل هل دولة مؤمنين اللي بيعملوا التصرفات ديت ولا لأ ده اللي خلى ذهني وقلبي مشغول بالموضوع دوت وقلت لحدك محتاجين نتكلم في الأيام ديت عن الحنطة المؤمنين الحقيقيين وعن الزوان المزيفين طبعا الآيات بعد إذنك أخي لي متى 13 متى 13 من عدد 24 من آية 24 إلى آية 30 قدم لهم مثلا آخر قائلا طبعا هنا الرب يسوع اللي بيتكلم يشبه ملكوت السموات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله وفيما الناس نيام جاء عدوه وزرعا زوانا في وسط الحنطة ومضى فلما طلع النبات وصنع ثمرا حينئذ ظهر الزوان أيضا فجاء عبيد رب البيت وقال له يا سيد أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك فمن أين له زوان فقال لهم إنسان أعدو فعل هذا فقال له العبيد أتريد أن نذهب ونجمعه فقال لا لألا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونهم دعوهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد وفي وقت الحصاد أقول للحصادين اجمعوا أولا الزوان وحزموه حزما ليحرق وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزنة يبارك لنا الرب كلمته على مسامعنا طبعا الرب عم بيتكلم عن مثل هون أخ إليا وكان سؤال التلاميذ ليش بتتكلم بالأمثال هاي كان السؤال اللي وجهوا التلاميذ للرب يسوع المسيح هو الرب نفسه قال لهم إنه في عدد عشرة لما سألوا التلاميذ لماذا تتكلم بأمثال أجاب وقال لهم لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات وأما لأولئك فلم يعطى وبعدا الرب يزود كلمة حلوة أو يقال فإن من له سيعطى ويزاد وأما من ليس له فالذي عنده سيؤخذ منه في الأمثال دية أخ نزالة طبعا تعرف الرب بيشرح حاجة اسمها أسرار ملكوت السماوات والأول أحب أوضح أن ملكوت السماوات مش هي السماء للناس فاكرة ملكوت السماوات يعني السماء طبعا لأ لكن ملكوت السماوات ببساطة جديدة هي دائرة ملك المسيح على الأرض الملك السري ليس الملك العلني لم يأتي وقت ملك المسيح العلني في مجيء الثاني لكن حاليا المسيح له ملك سري يعني سري على قلوب البعض فملكوت السماوات إن جاز التعبير أقول هي دائرة المعترفين باسم الرب يسوع المسيح بما فيهم مؤمين حقيقيين وبين مزيفين عشان كده هتلاقي مثلا في كل الأمثال السبعة للرب ذكرها هتلاقي الجيد والرديء هتلاقي المزروع الطريق والأرض الجيدة هتلاقي الزوان والحنطة إلى آخره فملكوت السماوات ليست السماء لكنها دائرة المعترفين باسم المسيح يعني في بداية الإصحاح الرب يسوع تكلم عن مثل الزارعة وتكلم عن أربع أنواع التربة الثلاث أنواع الأولى طبعا كانت عقيمة بلا ثمر حتى لو ظهر نسبيا فالأرض اللي بتلت أنواع التربة يعني مش مزبوطة غير مثمرة لكن التربة الرابعة بيتكلم عن تربة اللي بتجيب الثمر والثمر 30 60 100 طبعا اللي الساكن بفلسطين بيعرف أن التربة هناك فيه أنواع في تربة اللي بتجيب فعلا 30 في تربة خصبة أكتر بتجيب 60 وفي تربة الحمرة المليئة في المعادن بتجيب 100 وبعديها طبعا بيتكلم عن المثل أنه فعلا الأرض أثمرت لكن هون والأرض مثمرة فيه عدو إذا فيه تدخل الثاني يعني أنه شخص لقيم عدو عم بيزرع الزوان فيعني خلينا نسأل في الأول على المثل ليه الله تكلم المثل اللي رب يسوع تكلم شو الهدف من المثل وشو قصد من هذا المثل المثل بيوضح الفرق بين نوعين من الزرع مثل الزرع بيكلمنا عن رجال الله اللي خروا بيبشروا لكن مثل الزوان بيكلمنا عن المسيح نفسه هو الزرع 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 الجيد زي ما قال في التفسير بعد كده هو ابن الإنسان وهناك زرع آخر يزرعه العدو الشيطان ففي دائرة ملكوت السماوات دائرة المسيحية يا أخ نظار يوجد اتنين بيزرعه المسيح زرع زرعا جيدا هو المؤمنين وهناك العدو الشيطان زرع زرعا راديا اللي هم الزوان فالشيطان نجح أن يدس بدع هلاك وزي ما قال بوليس لإخوة أفاسوس قال لهم سيدخل بينكم زئاب خاطفة لتشفق على الرعاية فالرب حاب يوضح أن فيه زارعين اتنين قال عن رب له المجد والشيطان فيه نوعين من الزرع الزرع الجيد والزرع الرديق ثم الأمر الأخير الرب حاب يوضح الصورة دي حتى لننزعج ونتعثر ونتراجع لا هيبقى موجود زوان هيبقى موجود مزيفين هيبقى موجود حقيقي ومزيف عشان يكون المزكون ظاهرون طب إحنا إلا علينا لأن ننتظر إلى يوم الحصاد اللي الرب هيبعت فيه الحصادين يجمعوا هذا إلى مخزانه الحنطة والزوان يحرق بنار لا تطفى الجدير بالذكر يعني الناس اللي عايش في فلسطين منعرف أنه الزوان هو يشبه القمح نعم فما فيك تميزه إلا عند الثمر لما بتكبر وتصبح سنابل فبيبين الفرق من الثمر فهن تعجبوا قال طب أنت زرعت زوان لكن زرعت قمح نعم جيدا فمن أين له زوان لأنه فيه شغلتين لازم ندركها في الزرع أنه ما بيبينش الثمر إلا لما يكبر فالتمييز لما يعني بينضج الحاجة الثاني لما الرب يعني حكمة المزارع أنه لا تقلع لأنه حتى الجزور القمح متشابكة مع بعض بالضبط متشابكة مع بعض فلو قلعت أنت رح تقلع الحنطة مع الزوان لكن في الحصاد بيستخدم المنجل مثل ما مكتوب في صفر رؤية صحاح 14 صحيح يرسل ملاك في الحاصد في المنجل في المنجل بيقطع بعدين بيميزوا الحنطة من الزوان من الزوان صحيح طيب خلينا فإذا نفوت خلينا نتكلم عن الزوان عن الصورة الموجودة عليها الزوان لأنه أكيد المسيح تكلم في وقته المعاصر لكن الرسالة إلنا اليوم كيف نفهم الزوان في العصر الحاضر؟ ببساطة جديدة قدر أشوف فيها صورة مزيفة للتقوة اللي قال عنها الرسول بوليس لهم صورة التقوة والرب يسوع المسيح في إنجيل متى أصحح 23 أخ نزار أفرض أصححا كاملا عشان يتكلم عن التقوة المزيفة عندما قال أكثر من مرة ويل لكم أيها الكتبة والفرسين المرائين الذين تشبهون من الخارق قبور مبيضة أو مبيضة ومن الداخل عظام وكل نجاسة ده الحاجة الأولانية صورة مزيفة للتقوة الأمر الثاني برضو كان في أيام المسيح ولا في أيامنا التدين المزيف الناس بتفرح أخي نظر لك درجة متدين بس الكتاب دايما يقول لنا أن كل متدين هو مزيف لأنه متدين له قشرة خارجية زي جماعة الفرسيين اللي طلع مرة الهيكل في أيام الرب وحكاه وقال أنا أشكرك لأنه لست مثل باقي الناس أصوم مرتين في الأسبوع أو عشر كل ما أقتني ولست مثل هذا العشار وطبعا نزل ما خادش حاجة زي دواغ الأدومي الراجل اللي كان أيام داود اللي كان في خيمة الاجتماع شكله محصورا قدام الرب خيمة الاجتماع مكان العبادة مكان العبادة في العهد القديم هل تتخيل هذا الشخص الذي كان يبدو كأنه محصور أمام الرب عندما طلب شاول شخصا يقتل كهنة الرب ولواحد من السعات والجنود قبل هذا العرض إلا دواغ الأدومي الزوان اللي كان في الخيمة اللي كان يبدو أنه محصورا أمام الرب هل مازال الصورة دي موجودة لحد النهاردة انتشرت بكسرة اللي قال عنهم الكتاب مثلا عندي عليك أنك تسيب المرأة إزابل في رؤية اتنين التي تعلم عبيدي أن يزنوا وأن يأكلوا ما ذبح للأوثان موجود النهاردة الزوان آه موجود ودوة ما يقلقناش لأن الرب قال كده فعندما أرى الزوان المسيحية المزيفة التدين المزيف هذا لا يلغي المؤمن الحقيقيين المولودين من الله لكن دي يقول لنا أن كلام ربنا مزبوط لكن برضو كمان أخي لي يعني في مرات إحنا مش رح نعرف مين المزيفين الرب في الديونونة أو في يعني في لما بحاكم البشر هو اللي رح يعرف طبعا الروح بميز بقدر يميز بس إحنا ما منقدر نقول هذا مؤمن غير مؤمن صحيح يعني إلا لا يعني اليوم الرب لما بيجي هو بالحصان هو اللي بميز بس أنا بقول على حاجة أخي نظار على حاجة تقلق المؤمنين النهاردة إيه ده هل ده معقول مؤمن بيتصرف التصرف ده هل ده مسيحي معقول بيغش هذا الطريقة من الغش بيبقى أمر صادم محير بنقول له لا خلي بالك إن في زوان وفي حنطة صحيح اللي هيعمل الفصل من الاتنين الرب لكن بحب أيتين حلوين قوي وحدة قالها الرب يسوع عندما قال من ثمارهم تعرفونهم ومر بوليس قال يعلم الرب الذين هم له لكن ليتجنب الإثم كل من يسمي إثم المسيح لما منقرأ عن صفات الشيطان في الكتاب المقدس منشوف فيه صفات خطيرة صف رؤية بيسميه المهلك أو المدمر أبدون وأبليون بيتكلم عنه في إنجيل يحنى كان ذاك قتالا منذ البدء السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك يعني السارق هون الإرهابي وبعدين بتشوف مثلا صفات الشيطان أنه كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه هو ومنشوف أنه بغربل منشوف هاي الصفات الشيطانية منشوفها بشكل واضح عفوا لكن لما منقرأ المثل منشوف محتال بطريقة يعني بضل حتى فيها أنه بيزرع الزوان والناس مش حاسة ولا شعرة كيف تفسيرك للموضوع أنا عجبني أول رب سمى الإنسان عدو إنسان عدو والشيطان يعادي المسيح ويعادي كل من يتبع المسيح وعايز يخرب العمل الجميل الملكوت الجميل اللي عمله المسيح على الأرض هنا جماعة المسيحية والمؤمنين فعشان كده سمى عدو حتى بوليس لما كلم عليم الساحر قال له يا عدو كل بر ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة عشان كده واحدة من طريقة عداوة الشيطان للمسيح إنه يزرع وسط المسيحية زوان عشان يعمل برجالة للناس تبقى الناس مش عارفة هو ده المسيح ولا مش المسيح هو ده المؤمن ولا مش مؤمن يعمل حالة من اللخبطة لكن شكرا للرب مكتوب إله السلام سيصحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا من ناحية تانية الوضع أو مثل هذا الوضع عملية مؤلمة للمسيحيين وعملية متعبة يعني عندك الناس الحقيقيين اللي عاوزين اللي بيحب الرب وعاوزين يخدموا الرب ويتكلموا عن الرب وفي ناس من ناحية تانية بتلاقيهم تجار دين بتلاقيهم فازدين من جوة لكن مثل ما ذكرت لهم صورة التقوى هذا الشعب يكرموني بشفتي أما قلبه قلبه بعيد يعني عن الرب ولكن مع كل هذا يعني بيتعب المؤمنين تعاوز تتقدم عندك رؤية عندك عمل عندك خدمة لكن بتحس فيه تعطيل من هؤلاء الناس شو ردك؟ هدف الشيطان أنه يحط الزوان يعمل ثلاث حاجات يا أخ النظار حاجة الأولانية عايز يخدع المساكين الهالكين يعني يقول له أنت كويس أنت يعني بتصلي أنت بتصوم أنت بس اعمل اللي بدك إياه فأولا هدف إيجاد الشيطان للزوان أن يخدع الناس بالتدين الظاهري يقول له أنت شبه اللي عايزه ربنا بالضبط حاجة تانية عايز يشوه صورة المسيحية نعم الرب عمل عمل جميل المسيحية والكنيسة لؤلؤة نعم المسيحية والكنيسة عروسة المسيح المسيحية والكنيسة عذراء عفيفة مخطوبة فالشيطان عايز يحط حاجة ناس كده مزيفين يعني بيعرجوا من الفرقتين مسكين العصاين النص عشان يشوه صورة المسيحية وفي الآخر عايز يحط نموذج مزيف مريض عشان الناس تتبعه وتقلده وتمشي وراه هذا هو هدف الشيطان من إيجاد الزوان الناس المزيفة المؤمنين المزيفين الذين لهم صورة التقوى ولكن ينكرون قوتها لكن من ناحية تاني مثل ما ذكرت يعني أنه وجود الزوان هو أمر متعب ومؤلم لأولاد الله الحقيقيين فإزاي كيف نتعامل مع هالوضعية هاي أولا ده أمر غريب فعلا يعني وده أمر محير يعني أنا نفسي محتاري أخ نزار شعف حاجة بتحترض من زعاية أو لأ ليه يا رب سايب المزيفين وسط الكنايس وسط المسيحية بيشوهوا صورتك بيهينوا مجدك اسمك بيجدف عليه بسببهم الحد ملقيت تعبير جميل في سفر رؤية حاجة اسمها سر الله حتى يتم سر الله سر الله هو لماذا سمح الله بوجود المزيف ووجود الاضطهاد ووجود الشيطان هذا سر سوف يعلن لنا في الأبدية ده أمر حاجة حاجة تانية أنه هو صح أمر محير أمر محير يعني مثلا مرة يقول له أرمية أبر أنت يا رب من أن أخاصمك لكن أكلمك من جهة أحكامك لماذا تنجح طريق الأشرار فأمر محير أي وأمر محير لكن أمر تاني كمان مهم أوي للرب بقى سمح أن يستمر الزوان أعتقد عندي سببين أقدر أفهمه على قد فكري حاجة الأولانية الرب قال في تاثنية تلتاشر قال هيقوم وستيك واحد حالم أو نبي كداب يعني ويقول لك تعالى نمشي بعيد عن الرب وبعدين أنت مطالب منك أنك أنت تعرف هو عايز أي طب ليه سبت يا رب كلمة حلوة أوي قالها الرب في تاثنية تلتاشر قال لك يمتحنك الرب هل تسلكون في طريقي أم لا فواحدة من الأسباب اللي الرب سمح أن يبقى الزوان والمزيفين هو امتحان للحقيقيين هل هنتمسك بالرب ولا نقولك ما كله بيعمل كده عجبني دانيال لما قال عنه الكتاب جعل في قلبه أنه لا يتنجس آخر حاجة أقولها الرسول بوليس يقول لنا آية حلوة أوي يقول لأنه لابد أن يكون بينكم بضع أيضا ليكون المزكونة ظاهرين بينكم بددها تتنايز الأشياء وسط الظلام والنجاسة هيبان المؤمين الحقيقيين اللي هم نور للعالم وملح للأرض وهذا بيكون لسؤال يعني تعليق على كلامك إحنا حكينا عن الزرع الزوان والحنطة والزوان ومنقدر نميز لما بيكبر وبتطلع السنابل لكن إحنا اليوم أنا وأنت والجمهور المشاهد إزاي كيف فينا نميز الحنطة من الزوان اليوم أنا مطالب من كلمة الله أن الرب يديني تميز عجبني قوي لأنه واحد يقول طب أنا مؤمن غلبان أعمل كده إزاي يحنى الأولى اتنين أخ نظار بيقول الرسول يحنى أنكم لكم مسحة من القدوس وتعلمون كل شيء فأنا عندي إمكانية من خلال الروح القدس ومن خلال كلمة الله أقدر من خلالها أئيس وميز بين الحقيقي وغير الحقيقي هل في عندي بنود أقدر أميز من خلالها أيوة عندي بنود حاجة الأولانية هو الشخص المؤمن الحقيقي المركز بتاعه هو المسيح الغرض بتاعه المسيح قال يحنى المعمدان ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص أما الشخص المزيف المركز بتاعه هو أنا ديوتريفوس الذي يحب أن يكون الأول أمر تاني هو حياة المسيح حياة المسيح عندما يظهر حياة المسيح عندما تظهر ضمانات المسيح في حياتي يعني الشخص المزيف استحالي أقولك أنا عندي ضمان الحياة الأبدية أما المؤمن الحقيقي يقدر يقول بملء الفم لأن لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح الشخص الحقيقي له علاقة وشركة حقيقية مع الله يا أخ نظار ده الحنطة له علاقة كده الكتاب بطرس الأولى أصح اتنين بما أنكم ولدتم من الله ولادة جديدة كأطفال اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به آخر حاجة أقولها واكتفي بها هو دايما قال الرب في متى سبعة من ثمارهم تعرفونهم الشخص المولود من الله الحنطة الحقيقية له ثمر والثمر ببساطة مش الوعز والترتيل لأنه كله بيوعز النهاردة لكن الثمر هي حياة المسيح بر وصلاح وثمر الروح أحيا لأنب المسيح يحيا فيه ريحة المسيح الزكية حياة المسيح قداسة المسيح طهارة المسيح روح المسيح لكي نكون مشابهين صورة ابنه رح نأخذ فاصل قصير أخ إليه بعدين نرجع نستكمل حديثنا بحب أعطي فرصة لكل مشاهد إذا الموضوع أثار شيء تساؤل أو استفسار في ذهنك من فضلك هذه حلقة مسجلة لكن فيك تتواصل في أخو وأخوات اللي رح يردوا على تساؤلاتك وفيك تفوت على صفحة الفيسبوك في كمان يعني تتواصل معنا ابقوا سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة موسيقى أهلاً أعزائي المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة حنطة أم زوان وطبعاً معنا خادم الرب رجل الله الأخ إليا كرولوس أنا عندي سؤال رح أسألك إياتو لكن رح أسألك السؤال بس كما رح أقرأ تفسير المثل بعد إذنك فاللي عاوز أسأله ما هو موقف أولاد الله من هذا الزوان هل نقاوم أم نساوم أو نتهادن نساير الموضوع فعشان يمكن حابب لأننا ذكرنا المثل نشوف شو الرب يسوع يتكلم عن المثل حتى بس يخده الفكرة الأوسعة تفسير مثل القمح والزوان من آية ستة وثلاثين طبعاً في إنجيل مت إصحاح حينئذ صرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت فتقدم إليه تلاميذه قائلين فسر لنا مثل زوان الحقل فأجاب وقال لهم يعني الشيء اللي لفت نظر أنه في البيت لما كانوا قاعدين لما تكلم عن المثل الزرع كان برا عند البحر عند البحر لكن هون في البيت فأجاب وقال لهم الزرع الزرع الجيد هو ابن الإنسان يعني يسوع المسيح والحقل هو العالم والزرع الجيد هو بن الملكوت والزوان هو بن الشرير والعدو الذي زرعه هو إبليس والحصاد هو انقضاء العالم والحصادون هم الملائكة فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاثر وفاعل الإثم ويطرحونهم فئتون النار هناك يكون البكاء وصرير الأسنان في آية 43 حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم من له أذنان للسمع فليسمع وهنا رب يسوع يعني بيشرح المثل في كل نقطة عم بقول شو الرمز والمرموز فإحنا إيش موقفنا أو موقف أولاد الله من موضوع من الزوان المزروع في وسط الحنطة هل نقاوم ولا نتهادن شكرا إخ نزار الأول عايز أفرق لأن لا يكون حد دخل حديثا يسمعنا من المشاهدين الزوان هو زرع شبيه بالحنطة وهنا الرب استخدمه لكي يفرق بين المؤمنين بالمسيح حقيقيا وبين المزيفين المقلدين عندما سألوا صاحب البيت هل نذهب لكي نجمع ونقتلع الزوان صاحب البيت مانعهم قال لهم ما تعملوش كده لألا لو أنتو بتعملوا كده تقلعوا أيضا الحنطة إيه معنى التعبير دوت يعني لو أنا هقف النهاردة وقول ده مؤمن ده مش مؤمن دوت اشطب عليه ده طلعوا بره مسيحية خالص أنا ممكن وأنا بعمل كده أخذ مؤمن حقيقي لكن ضعيف متعثر بطيء في إيمانه لسه عنده شوية حاجات محتاج الرب يتعامل معاه ممكن كمان أخذه لو أنا النهاردة بطلع من المسيحية مثلا الزوان أنا ممكن أخذ في طريق كمان واحد تاني مسيح حقيقي وعلى فكرة إحنا رح نتكلم في موضوع آخر يعني في موضوع مؤمن روحي أم جسدي نعم فبرضه كمان المؤمن الجسدي هو مؤمن فيعني المفروض أنه يبنى يقوى فأنا أنا ممكن أخذه لأنه عم بيتصرف كأنه غير مؤمن ممكن نقضي عليه أيوة فعشان كده عملية الفرز أو القطع ليست مسئولية لكن علينا مسئولية كأولاد الله تجاه المزيفين المسئولية اللي علينا أقولها في بعض النقاط السريعة نمر واحد الرب حذر وقال إيه اللي خل الإنسان العدو يدخل ويزرع الزوان قال وبينما الناس نيام عشان كده مسئوليتنا كمؤمنين الصهر وعدم النوم والنوم معناه في كلمة الله هو عدم اليقظة على أنفسنا عدم اليقظة على التعاليم الكتابية والشركة مع الرب رقم اتنين المسئولية اللي علينا رقم اتنين التحذر الحرص الرسول بوليس قال لي تميساوس قال له اسكندر النحاس قاوم أقوالنا جد أظهر لي شرورا اسمع الكلمة اللي جاي قال تحذر منه حلو كمؤمنين آه أنا مقدرش أقطع دوت ومشي دوت لكنه بقى حريص رقم ثلاثة المسئولية التالتة اللي علينا لا نهاد ولا نزع للمزيفين هيتلعو لنا في الفضائيات وهيتلعو لنا في الفيسبوك هيتلعو لنا في بعض الكنيس يقولوا لنا تعليم شريرة وللأسف هيمشي وراهم عدد كبير يا أخ نظار للأسف والمشكلة لأنه ما في محاسبة آه يعني كل واحد يطلق العنان لنفسه يتكلم فالفرصة مفتوحة فبيصير كل واحد معنى الكتاب بيحذر لا تكونوا معلمين كثيرين بالضبط لا نزع بوليس قال كده عن الكذبة قال الذين لم نزعن لهم بالخضوع ولا ساعة واحدة آخر حاجة لا يكون لنا شركة معهم لنقضي عليهم لكن لا يكون لنا شركة بين النور وبين الظلمة طيب يعني هذا موقفنا احنا كمؤمنين تجاه المزيفين بس من ناحية تانية يمكن الموضوع يرعب الناس ويخوف الناس أو بشككهم في أنفسهم يعني طب هو فعلا هل أنا مؤمن حقيقي ولا غير حقيقي فبيصير عنده تساؤلات طب إذا هذا اللي هو كنا نظن عملاق وبيطلع على الفضائيات وبيتكلم لكن اكتشفنا حاجة تانية عنده أجندة تانية هدول المعلمين المشهير اللي بيعلم لكن فجأة طلع بيحور في كلمة الله طب شو نعمل فيها الوضعية صار عندنا خوف مش عيب أن أنا خاف يا أخي نظار يعني حلو أن أنا خاف على روحي صح مش أعيش مرعوب المسيحية الحقيقة ليس مسيحية الرعب مسيحية الطمأنينة والأطمأنان لكنها ليست مسيحية التكاسل والمهادنة والتخازل فحلو أن أنا خاف على روحي ولما خاف على روحي ده خليني أجري على الرب وقل له اختبرني يا الله ويعرف قلبي امتحني واعرف أفكاري والرسول بوليس طلب من إخوة كورونسوس في الأصحاح الأخير أعتقد الرسالة الأولى صح 13 لما قال لهم امتحنوا أنفسكم جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان والشئلة الأخير أنا ما ترعبش لكن حلو أن أنا لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك لأنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا في مقياس نمشي عليه قال عنه الرسول يحن فصح اثنين من الرسالة الأولى قال إن علمتم أنه بار هو أي الرب يسوع المسيح فاعلموا أن كل من يصنع البر مولود منه فالمزيفين ما يحبوش البر ما يحبوش طريق المسيح ما يحبوش كلام المسيح لكن المولود من الله يحب ربنا يسوع ويحب تعليمه في عدم فساد وعاوز يرضي الرب في كل شيء في حياته طيب إحنا يعني من تفسير المثل بيتكلم عن طبعا أسرار ملكوت السماوات والمسيح لما شرح المثل في البيت طبعا اتكلم أنه الحقل هو العالم لكن برضو فيه يعني التحذير للكنيسة مثل ما ذكرت إذا ممكن توضح لنا الفكرة احنا متكلم عن ملكوت السماوات لكن ايه العلاقة يعني هل الكنيسة تسمح تترك الأشرار يعني يعملوا ما يشاءوا الكلام عن ملكوت السماوات شيء والكلام عن الكنيسة شيء آخر الملكوت السماوات هي الدائرة المفتوحة العالمية اللي فيها مؤمنين وغير مؤمنين في هذه الدائرة يا أخ نزار أنا مطالب من الرب بحكتين حاجة الأولانية حسب متى ستة لا تدينه لكي لا تدينه نعم وحسب تعليم الرب هنا في مسل الزوان دعوهما ينميان معا إلى وقت الحصاد الكلام هنا عن الدائرة الواسعة دائرة العالم دائرة المسيحية الإسمية أما دائرة الكنيسة ده كلام تاني خالص أخذ التعليم بتاع الكنيسة من رسائل الكنيسة كورنسوس الأولى أصحح خمسة الرسول بوليس عندما يتكلم عن الشر والخطأ في الكنيسة الحكتين حاجة الأولانية قال نقوا منكم الخمير والشيء الثاني قال اعزلوا الخبيث من بينكم عشان ما يجيش حد ويقول لي النهاردة لما يطلع واحد خادم أسيس معلم أخ في كنيسة ما ويعلم تعليم شرير تعليم لا يتناسب مع كلمة الله وبعدين لما نيجي نقول ده غلط يا جماعة يطلع لنا واحد بآية يقول لا لا مكتوب لا تدينه لكي لا تدانه لا مكتوب فين المحبة لا حبيبي ما تدخلش الأجزاء الكتابية مع بعض عند الكنيسة وما بداخل الكنيسة نحن مطالبين أن ككنيسة داخل الكنيسة اعزلوا الخبيث من بينكم أما الذين من الخارج فسيدينهم الله لكن أنتم يا مؤمنون ستدينون الذين في الداخل والقضاء يبتدأ من بيت الرب يعني طبعا بس هذا موضوع كبير على فكرة يعني اللي هو يتحط ومهم موضوع الكنيسة يعني والتمييز الكنس الكنس ازاي اميز وازاي اكون عند الحس والتمييز الروحي لأنه في حاجة في الكتاب يسمى تأديب كنسة ايوه يعني الانسان اللي يحذر مرة واثنين واثلاثة واكتر وعم مش عم بيسمع للقاضي مش عم بيخضع عم بمارس الخطيئة في داخل الكنيسة ومش عم بيسمع مش عم بيطيع ولا عم بيخضع المشورة الروحية او للقيادات الروحية داخل الكنيسة ففي وضع معين انه بتضطر الكنيسة انه تفصل هذا الشخص عن المجموعة عن الجماعة يمنع من الشركة والخدمة في داخل الكنيسة وعلى فكرة الى حين يعني مش الى حين الى ان يتوب طبعا زي ما قال لهم في كرونسوس في الرسالة الاولى قال لهم اعزلوه في الرسالة التانية لما تاب قال لهم اقبلوه وهناك خطورة اخنا زالوا تسمح لي اقطع كلام حضرتك ان الكنيسة التي لا تحكم على الشر في داخلها شر الادبي السلوكي او الشر التعليمي هذه الكنيسة كلها ينزل عليها القضاء من الرب وعندي مثال في العهد القديم كان حلو قوي عندما جماعة اسرائيل وهي تسير مع الرب شعب الله وكان بينهم شخصا اخذ الحرام عخان ابن كرمي ولم يعزلوا من بينهم الى ان الرب وضحوا وطلعوا الجماعة كلها انكسرت وتهزمت كرونس الاولى صح خمسة قال لهم خميرة صغيرة تخمر العجين كله فطبعا هذا موضوع بيختلف عن الزوان والحنطة انا رح اخد كمان فاصل اخي لي عاوز ننتقل من موضوع المثل لانه بتفسير المثل الرب يسوع هو اعطى التفسير عن انقضاء الدهر فحاوزين يعني انجهز انفسنا لهذا الموضوع الجزء الاخر من هذا المثل مهم جدا يعني الموضوع مش عم نتكلم في موضوع عشان تنبسط تقول كلام حلو الموضوع بحط علينا مسئولية يعني نمتحن انفسنا نقيم انفسنا المكتوب لو كنا حكمنا على انفسنا لما حكم علينا فاذا انا محتاج في ضوء كلمة الرب الكتاب المقدس من خلال نور المسيح اعلانات المسيح من خلال الروح القلس اللي بنير بيفتح الزهن والعقل والقلب والعينين امتحن نفسي هل فعلا انا بسلك السلوكيات مثل ما حكى اخوي اقلية فهذا مش على اساس ان احنا عم نتكلم موضوع وكل اسبوع فيه موضوع بيختلف وتقول شكرا اخ نزار على الضيف الحلو على الموضوع الحلو بصراحة هذا الموضوع بيرعبني يعني عندي مسئولية انا مسئولية تجاه هذا الموضوع على انفسنا كما قال الرسول بولوس الى كنيسة روميا هذا وانكم عارفون الوقت انها الان ساعة لنستيقظ من النوم فاننا خلاصا الان اقرب مما كان حين امنا قد تناهى الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمة ونلبس اسلحة اللي نسلك بلاياقة فهاي مسئولية فعلا مسئولية على كل واحد مننا مش مجرد موضوع عم نشرح مثل المثل عم بكلمنا احنا اليوم انا شو حياتي موضوعي انا لما بقيم نفسي هل انا من الايمان حقيقة ولا بس انا متدين مثل ما ذكر الاخ اللي على فكرة بحب اسمع منك واكتب تعليقاتك في في الفيسبوك واحكيلي عن يعني النوعية لربما تحتاج الى مساعدة روحية ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اصحاح 13 وموضوع الحلقة حنطة ام زوان ومعنى خادم الرب الاخ اليا كورولوس اخ اليا طبعا الرب يسوع في كتير مرات وحتى من خلال الامثال بيتكلم بطريقة نبوية هو فعلا فسر المثل للتلميذ والمعاصرين في ايامه لكن رسالة الرب رسالة خالدة لها دايما بعد روحي وعمق روحي اللي احنا المفروض كمان نتنبه منها فانا بشوف انه كتير من الامثل اللي تكلم عنها الرب يسوع المسيح في غاية الاهمية اللي بيتكلم كمان عن اخر الايام فخلينا اوجه لك السؤال يعني الرب بتكلم في امثل كتير عن ملكوت السموات وهون بالتحديد بيتكلم عن مثل الزوان والحنطة بيتكلم على النهاية بيتكلم على نهاية ومصير الحنطة بيتكلم على نهاية ومصير الزوان كلمنا شوي يعني بسياق الحديث اللي بيتكلم عن انقضاء الدهر ببساطة جديدة الرب كان عايز يحضر ازهان سامعي ان هناك زرعا جيدا المؤمنين المولودين ولادة جديدة وهناك المزيفين المتدينين الذين لهم صورة الايمان المسيحي لكن هم بعدين تماما عن الرب والرب عايز يحضرهم ويقولهم خلي بالكم اعمل اللي انت عايزه اختار اللي انت تختاره لكن اعرف ان هناك دينونة انه على هذه الامور كلها يأتي بك الله الى الدينونة هناك دينونة ودوت عايز الرب يقوله وعايز اقوله الاحباءنا المشاهدين الامر مش متساب الامر مش سيبة هناك دينونة قريبة قريبة جدا واصل 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 ان هذا الامر يزعج المرتاح ويريح المنزعج يعني يزعج المرتاح اللي شايف انه هو انا بصلي وبصوم وكويس وكده عنده اكتفاء روحي عنده اكتفاء روحي لكن لم يولد ولادة جديدة انا نفسي تنزعج النهاردة على حياتك الابدية وتعرف ان هذا التزييف وهذا الزيف مش ينفعك كتير رب العبارة حلوة هختبسها وسفر رؤية صحة 14 العبارة حلوة هختبسها على اللي هيحصل قريب قريب عندما يأتي المسيح ويأخذ المؤمنين بشخصه الى السماء وهناك بعد ذلك سوف يكون هناك دينونة للمزيفين العزارة الجاهلات افتكر في متة سبعة عندما تكلم الرب على هذه اللحظة بس اوضح العزارة الجاهلات كمان مثل اتكلم في الرب يسوع في متة 25 بيتكلم عن عشر عزارة خمس حكيمات وخمس جاهلات الجاهلات كانوا غير مستعدات نعم فجأهم هذا اليوم في متة سبعة الرب يسوع قال في ذلك اليوم سيأتي كسرون ويقولون لي يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات فأصرح لهم قائلا اذهبوا عني يا فاعلي مش المعجزات يا فاعلي الإثم أنا لم أعرفكم قط وريب جاي اليوم دوت مش كل واحد وعز وعزة ولا كل واحد طلع في برنامج ولا كل واحد قطر نين ولا كل واحد عمل عمل ديني ده معنا أنه مؤمن حقيقي أنا بصلي زي ما كنت بقول من شوية أن الروح القدس يزعج المرتاح لكن كمان في نفس الوقت يريح المنزعج أقصد يريح المنزعج اللي الآن من الأوضاع الغلطية الأشخاص الأطقية اللي بيقولوا رب أنت أبر من أن أحاكمك لماذا تسمح أن ينجح المزيفين والأشرار أيها المنزعج والألآن استريح وريب هيجي الآتي ولا يبطئ إنقضاء الظهر دوت نقرأ عنه في رؤية أساحة 14 لو تسمح لي أخ نزار أقرأ الجزء دوت رؤية 14 وعدد 17 يقول الكتاب ثم خرج ملاك آخر من الهيكل الذي في السماء معه أيضا منجل حاد وخرج ملاك آخر من المذبح له سلطان على النار وصرخ صراخا عظيما إلى الذي معه المنجل الحاد قائلا ارسل من جلك الحاد واقطف عنقيد كرم الأرض لأن عنابها قد نضج فألقى الملاك من جله إلى الأرض وقطف كرم الأرض فألقاه في معصرة غضب الله العظيم وديسة المعصرة خارج المدينة فخرج دم من المعصر صورة جميلة لأنه يحصل عندما يرسل الرب الحصادين الملائكة يجمع الزوان الناس الذين كانوا يظنون أنهم متدينين بتوع كنايس عصروا الآخرين لكنهم لم ينالوا خلاص المسيح لم يولدوا ولادة جديدة والجدير بتذكر أنه الرب هون مش عم بيتكلم بكلام مجازة في دينونة نعم في نار بيتكلم عنها الكتاب المقدس معدة وفي دينونة للأشرار وبيتكلم عنها بشكل واضح جدا مش تعبير مجازة البعض عم بخفف من هاي الرسالة صحيح صحيح عشان كده أنا بصلي لحبائي وهدف الحلقة وحب نتكلم عن الحنطة والزوان حلو أنه كل واحد يجرب نفسه النهاردة ويسأل قدام الرب أنا حنطة حقيقية ولا زوان أنا مولود من الله مخلص وإسم في سفر الحياة ولا أنا مزيف هل أنا مخصول بدم المسيح ولا لأ هل حياتي هل سلوكي هل تصرفاتي يعلن أن أنا خليقة جديدة أتمنى من كل قلبي أنا وإنت نمتحن نفسنا قدام الرب يسوع المسيح خلينا نوجه سؤال أخير أخيلية فيك يعني تعطي نصيحة أو الرب يعني النصيحة يقدمها الرب لكل شخص مخدوع بالمظاهر الدينية أو العمل الروحي في ناس بتحفظ آيات في ناس بتشتغل بالكنيسة في ناس بشتغلوا بمؤسسات دينية لكن دون وجود المسيح الحقيقي في حياتهم إزاي نحل هالإشكال وهالمعض لهاي أنا أقتبس النصيحة اللي قالها الرب يسوع المسيح نفسه في آخر كنيسة وجه لها حديث كانت شبيهة بهذا الوضع اللي احنا فيه كنيسة لودوكية عندما تكلم الرب إلى الزوان إلى الناس المزيفين في وسط كنائسنا في وسط المسيحية عندما قال البعض منهم أنا غني وقد استغنيت أنا كويس بصوم بصلي بروح الكنيسة بخدم كمان أنا مشهور إلى آخره وقال له الرب لست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان حلوة نصيحة أشجع كل واحد أحب إسمع نصيحة الرب شخصيا مش أنا وللأخ نزعر أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفا بالنار لكي تستغني وهو بر المسيح وخلاص المسيح وفداء المسيح وسكن المسيح في القلب ذهبا مصفا بالنار ثم ثيابا بيضا لكي تلبس وهي حياة والسلوكيات البر العملي تأخذ المسيح في داخلك البر الإلهي وتلبس المسيح البر العملي والسلوكي في حياتك فلا يظهر خزي عريتك وكحل عينيك بكحل لكي تبصر أي أن الرب يعطيك بصيرة حقيقية فبنورك نرى نورا ما أنصح به أستخدم كلمات الرب خد المسيح يسوع مخلص البس المسيح وبره ويسكن المسيح في قلبك فتضمن الحياة الأبدية وتتغير سلوكياتك خلينا نقول النصيحة في جزء با يعني حكيت جزء ألف جزء با أنه إحنا حكينا عن قرأنا عن مثل الحنطة والزوان شو الخلاصة اللي إحنا محتاجين نتعلمها سواء لما ذكر المثل وتفسير المثل إحنا اليوم اللي عايشين شو فينا نتعلم من هالمثل الأمر الأولاني أمتحن نفسي في ضوء حضرة الله أنا حنطة ولا زوان الأمر الثاني هو أن اكتشفت أن أنا زوان أرجع إلى المسيح فيغيرني ويعطيني حياة حقيقية الأمر الثالث لا أنزعج ولا أتعثر ولا أتراجع من تبعية المسيح لأنه يوجد عثرات ويوجد زوان أخيرا خلونا ننتظر اليوم اللي هيجي الرب ويفصل بين الحنطة والزوان وهنا منشوف مش بس محبة الله منشوف التوازن منشوف عدالة الله في هذا الموضوع لابد أن يدين الخطية يعني أنا بشكر رب من أجلك أخلية ومن أجل خدمتك وفعلا إحنا محتاجين ننتبه محتاجين مثل ما ذكرت من الآية نحضر ننتبه ننتبه إلى روحنا الرب يباركك ويبارك خدمتك شكرا 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 إخوتي وأخواتي الكتاب المقدس بعلم بكل وضوح في رسالة روميا الإصحاحة الثاني يقول أو تقول كلمة الرب أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تظهر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب عمله وبنفس الإصحاح بقول لأن ليس عند الله محابا فأحبائي يعني الرب عارف فاحص الكلة والقلوب كاشف الأسرار فيك تمثل على الناس فيك تكون مثل الفرسيين اللي نعتهم المسيح بالرياء المبرقع والعدالة العرجاء اللي كانوا بيظهروا بمظاهر تدين بتقوى خارجية لكن من جو عظام ونجاسات و مش مهم انت شو بتبين مش مهم شو الناس بتقول عنك يمكن نفس الرسالة لكنيسة ساردس لك اسم أنك حي وبالواقع مش مهم شو الناس بتقول عنك في نظر الله شو انت حي ولا ميت هل انت بتنبض حياة مليان بحياة المسيح حياة فياضة حياة فضلة حياة أبدية اللي بتعكس جمال المسيح نور المسيح طبيعة المسيح صفات المسيح عمل المسيح هل تصبح انت مسيح صغير مسيح اللي بيكون على هذه الأرض الناس بتشوفك وبتتغير أخوتي وأخواتي هذا المثل مثل ما ذكرت في البداية لأخوي إلي بحطني تحت محاسبة وبحطني تحت مسئولية ومن السهل أن الواحد يصل لحالة بسموها حالة الاكتفاء الروحي وهذه الحالة حالة شنيعة جدا الكتاب يعلمنا أن نكون عندنا الاكتفاء المادي يعني ما نكون طماعين بس ويل للإنسان اللي بيكتفي روحيا أنا محتاج أنضج محتاج أتشبه بالمسيح محتاج أن هذا الخلاص يتكمل الفداء الكامل حتى أصبح شبيه الرب يسوع المسيح أنا بدعوك اليوم فعلا تعترف بخطيك تعترف حتى في برك في تدينك وتصلي للرب تقول يا رب ارحمني أنا الخاطئ والكتاب يقول كل من يدعو باسم الرب يخلص والربي بيدعوك إلى توبي حقيقية تغير ثكرك واتجاهك وتحط ثقتك وإيمانك بالرب يسوع بحب أسمع منك إلى اللقاء